أما الآن فينضم إلينا من رمالة سيد هشام عبدالله الكاتب والبحث السياسي سيد هشام أهلا بك على شاشة الغد ربما السؤال الأبرز اليوم يدور حول الانتخابات الأمريكية وما مدى تأثير ما يجري في قطاع غزة وفي الجبهة الشمالية أي بين قوسين جنوبي لبنان على مجريات هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية نعم تحياتي لك أستاذ صلاح ولجميع المشاهدين والمتابعين لا شك أن هناك تأثير كبير ولكن دعنا نحاول أن نفسر ما هو هذا التأثير الكبير الذي تؤثره الانتخابات الأمريكية على مجريات ما يحدث ليس فقط في قطاع غزة مع حرب الإبادة والضفاة الغربية وكذلك الحرب المتواصلة على لبنان ولكن في العالم عموما دعني هنا أستخدم المثال الذي قدمته صحيفة نيويورك تايمس وصحيفة نيويورك تايمس صحيفة من أعراق الصحف ليس الأمريكية فحسب ولكن من أعراق الصحف في العالم وأهمها وهي صحيفة ذات مصداقية والكل يعتمد عليها وأعتقد أن صلب أو أساس كل المعلومات التي قدمت في خلال العام الماضي وحتى الآن في الشهر الثاني من دخول الحرب الإبادة هذه كانت صحيفة نيويورك تايمس تتصدر الصحافة العالمية فيما تقول وما يجب أن يفعل وما يجب أن يفعل عدم انتخاب دونالد ترامب وهي تعدد في هذا الطلب مساوئ لا تعد ولا تحصى أكثر ما قال مالك في الخمر كما يقال ولكن مع كل هذه المساوئ الكبيرة التي تدعو صحيفة نيويورك تايمس الأمريكيين إلى تجنب انتخاب ترامب وعدم انتخاب ترامب حتى لا تطالهم هذه المصائب والكوارث ليس هناك ما يذكر عن ليس فقط عن فلسطين وعن حرب الإبادة في غزة والحرب المتواصلة في قطاع غزة ليس هناك ما يتعلق أصلا حتى لا بأوكرانيا ولا بالاتحاد الأوروبي ولا باقتصاد العالم هذه هي أمريكا يا سيدي هذه هي أمريكا وبالتالي ما أريد أن أقوله أن هذا المثال يعطينا أن مدى التأثير الأمريكا تصنع ما تشاء في العالم ولكن عندما يتعلق الأمر بمسائلها الداخلية فإن الأمور تأخذ منحا آخر وفيما يتعلق طبعا بإسرائيل كيان الاحتلال وما يتعلق بالقضية الفلسطينية المقاربة الأمريكية الوحيدة التي تتعامل معها الولايات المتحدة الأمريكية سواء حصلنا غدا على هارس أو حصلنا على ترامب في هذه الانتخابات لن تتغير كثيرا لأن المؤسسة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تكترث كثيرا ولا يكترث العالم الأمريكي الخاص بما يتعلق بالعالم الذي يتعلق أساسا بالمشروع الاستيطاني اليهودي الصهيوني ولكن هناك فروقات فبالتالي لا تتغير الأمور كثيرا إذا ما تحدثنا عن التغيرات صحيح هي لا تتغير كثيرا ما بين الجمهوريين والديمقراطيين ولكن هناك فروقات لو تصلت لنا الضوء على أبرز تلك الفروقات من وجهة نظركم ووفقا للمعطيات والتصريحات لكاميلا هاريس أو حتى للمرشح دونالد ترامب يعني أولا فيما يتعلق لنأخذ فيما يتعلق بالديمقراطيين بكاميلا هاريس ببايدن يعني أريد أن أنوه فقط إلى أنه حتى في حفل تنصيب بايدن عندما أفاز في الانتخابات السابقة على ترامب لم يذكر الفلسطينيين حتى في خطاب التنصيب لم يأتي عليه أتى عليه فقط أتى على الفلسطينيين والتعامل معهم بعد طفان الأقصى وما حل بعد ذلك الديمقراطيين يقولون يقدمون كلاما فضفاضا عاما فيما يتعلق بقيام دولة فلسطينية وحقوق الفلسطينيين عندما تحدث الحزب الديمقراطي عن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة فلسطينية فإنه يتحدث عن إقامة ما يسميه دولة مستدامة والدولة المستدامة هذه تقام بالأساس بالشروط الأمريكية وبشروط الكيان الإسرائيلي الكيان الصهيوني أما فيما يتعلق بترمب صحيح أن ترمب في تصريحاته وأكثر حتى هناك أصلا كثير من الجمهوريين البارزين لا يؤيدون ترمب ولكن طبعا هو مرشح الحزب الجمهوري ولكن فيما يقوله ترمب الآن عندما يتحدث عن إسرائيل فإنه يتحدث بنفس الطريقة بنفس المضمون بنفس المعنى ولكن طبعا هو يستخدم مصطلحات تليق بشخصية ترمب أكثر تعني بالأساس أنه هناك خلاف جوهري فيما يتعلق بين الجمهوريين والديمقراطيين فيما يتعلق بإسرائيل وما ينتج عن ذلك بشكل أساسي هناك بالنسبة لإسرائيل بالنسبة للكيان الصهيوني هذه مسألة داخلية أمريكية مسألة أمن قومي أمريكي وليست مسألة خارجية يتم التعامل معها بناء على تطلعات ورؤية ورؤى مختلفة أنا لا أعتقد أن هناك على الإطلاق يمكن أن يكون هناك مقاربة كما قال العديد غيري بين السيء والأسوأ ولكن في المضمون في المضمون وفي الجوهر لا زال ذلك يعني حتى الآن هرس لم ترد حتى على مطالب نعم عظيم سيد هشام ولكن إذا ما سألنا حول الجانب الآخر الرؤية الفلسطينية الطبقة السياسية الفلسطينية برأيكم كيف سوف تتعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد سواء كمال هاريس أو حتى دونالد ترامب يعني بإمكاننا أن نقيس كيف تعاملت القيادة الفلسطينية حتى الآن وعلينا طبعا الأمور تتغير يعني هذه القيادة الفلسطينية الأمور طبعا تغيرت هذه القيادة الفلسطينية تعاملت مع دونالد ترامب وتعاملت أيضا مع بايدن ونائبته كمال هاريس ولكن الأمور والمعطيات على الأرض تغيرت الآن وحتى عندما تغيرت ما تغير تغير من قبل أكثر من عام الآن صلاح ولم يكن هناك أي تغير يذكر على الموقف السياسي الدبلوماسي الفلسطيني وهنا نتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس لم يتغير أي شيء حتى هذه اللحظة لا زالت القيادة الفلسطينية تشتري الوهم الأمريكي بأنه بالإمكان في نهاية أو في اليوم التالي الذي لا أحد يعرف متى سيكون هذا اليوم التالي وماذا سيكون شكله وكيف سيكون ما زالت حتى هذه اللحظة القيادة الفلسطينية تشتري الوهم الأمريكي لماذا؟ إنها يمكن أن تساعد الفلسطينيين لماذا؟ لماذا تتمسح الإدارة والقيادة الفلسطينية بتصريحات الإدارة الأمريكية وكما ذكرتم أنها تشتري الوهم نعم هذا لأن الإدارة الفلسطينية القيادة الفلسطينية الحالية ما زالت تتعامل مع نفس النهج الذي جاء مع أوسلو وحتى هذه اللحظة وأن الخيار الوحيد لقيام دولة فلسطينية سيكون من خلال الشرعية الدولية ومن خلال المفاوضات ومن خلال المحادثات ولن تكون هناك أي إمكانية أخرى بالنسبة لهذه القيادة أو لا ترى القيادة أي إمكانية أخرى أو أي مقاربة أخرى تختلف مع العلم أنه طفان الأقصى وضع الأمور قلب الأمور رأسا على على عقب صحيح أنه استمرار ومواصل لكل التاريخ الذي سبقه ولكنه وضع الأمور بطريقة أخرى وبطريقة على الأقل تناقض النهج الذي اتبعته القيادة الفلسطينية منذ أوسلو وحتى الآن لأن كل الحديث كل حديث القيادة الفلسطينية عن أن المفاوضات ستحقق وأن الدبلوماسية ستحقق يا سيدي قبل قليل أشرتم إلى أن هناك خمسين دولة خمسين دولة في العالم تريد تطلب من الملوات المتحدة الأمريكية وقف الإرسال الأسلحة لإسرائيل أولا هذه الدول لا تملك هذه الدول مع احترامي لها لا تملك مفاعل القوة اللازمة عظيم 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 ولكن لماذا لا يوجد تحرك سياسي في فلسطيني لدعنا نقول استثمار هذه المواقف والدفع قدما نعم القيادة الفلسطينية الحالية هي تتعامل مع هذه المواقف وتشيك بها وتقدمها ولكن هذه ليست المرة الأولى هناك هذا كافية الإشادة الآن كافية فقط لا تعد ولا تحصل لا تقتصر على إشادة أنا قلت صلاح أنا قلت بشكل واضح أن القيادة الفلسطينية الحالية ترتكن إلى هذا النهج الذي لم ينتج حتى هذه اللحظة سوى مزيد من التدهور ومزيد من المعاناة ومزيد من المأساة للشعب الفلسطيني وبالتالي على هذه القيادة الفلسطينية وليست القيادة الفلسطينية كيادة منظمة التحرير وإنما قيادة نحن الآن بصدد قيادتان فلسطينيتان منظمة التحرير ما تسمى القيادة الوطنية وحماس والجهاد الإسلامي اللي تسمى القيادة هذا الأمر مناط وملقى على عاتق كليهما يجب عليهما أن يتعلم من كل هذه الدروس والصعبة ولكن يا سيدي للأسف للأسف أنا أعتقد ومسلم جدا إنه لا يبدو لماذا لا يتم تجميع تجميع هذه القوى السياسية والعسكرية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية سيد هشام حتى هذه اللحظة بالرغم من المآسية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني اليوم أعتقد أن المشكلة ليست بالآلية هناك آلية وهناك أدوات منظمة التحرير وغير ذلك والفصائل وما إلى ذلك ولكن واضح تماما أن هذه هذه الآليات يجب يعني بالأساس حتى تنجح هذه الآليات المشكلة ليست في الآليات المشكلة ليست في الوعاء المشكلة ماذا نضع لهذا الوعاء هناك حتى هذه اللحظة مع كل هذه المعاناة الفلسطينية تشري وانقسام فلسطيني متواصل منذ عشرات السنين وهذا من أكثر من أكثر الأسلحة التي تستخدم ضد الفلسطينيين والأسلحة الفتاكة التي تستخدم ضد الفلسطينيين وللأسف ولكنها من قبل الفلسطينيين أنفسهم أنا أتحدث طبعا على الصعيد الرسمي سواء منظمة التحرير الفلسطينية أو باقي الفصائل والحركات الإسلامية والوطنية أشكرك شكرا جزيلا لك سيد هشام عبدالله الكاتب والبحث السياسي كنت معنا من رمالله شكرا سيد هشام شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك